السلام البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي سوما أولاد اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الماسك اللي كنديرو الوجهي رزوين بالساف كيحيد لنا قاعد الشوائب اللي عدنا في الوجه وكيحيد لنا الرؤوس السوداء وقاعد الشعيرات الصغر اللي كيكونوا عدنا في وجهنا هاد الماسك رائع لبنات كنتمنى أنكم تجربوه وتردو عليها في الكماندير بالنسبة للمكونات اللي غنستعمل عدي هنا الماء ديال البربا شديت بربا نقيتها مزيان وحكيتها في حكاك اللي كتكون رقيقة بحال هادي كما تشوفوا معايا يعني تكون رقيقة ومن بعد صفيتها في صفايا ولاها تشغل بحال هادي هنا كنصفي وهكا الجيلينة سهلة حسن ما ندروها في التوب إذا هذا هو الماء ديال البربا وغنحتاجو هنا الجيلاتين بودرة يعني معلقة كبيرة ديال الجيلاتين بودرة ندوزو للطريقة بالنسبة للطريقة غنديرو جوج ملاعق ديال الماء ديال البربا او حاصر البربا ومن بعد غنديرو معلقة كبيرة ديال الجيلاتين وغنخلطوهم مزيان مع بعطياتهم حسين دامجو ومن بعد غنديرو حمام مريم إذا هنا درناها في حمام مريم أنا هنا سخنت الماء بسيان ونريدكم متما ممكن تديروه على البوطة متما كتحار لكم أنا هنا عندي الماء سخون بساف إذا نبقى نخلط وهنا نبدأ نزيد شوية بشوية الماء ديال البربا هناك نخلط يعني على حسب الإحتياجات ديالي حتى كيتخلط ليه مزيان مع بعضياته وغايدو بليه ذاك الجيلاتين إذا نستعمر بحال هكي حتي يدو بليه مزيان من بعد ما دابليك ما كتشوفو هذا هو القوام ديالو كيجي خفيف دابا غن أبلي كيوه على يدي يعني غنوريكم كيوش غندير ليه ثم أبلي كيوه على وجهكم غنوريكم غير الطريقة إذا قبل ما نأبلي كيوه بعدك خس ضروري تغسل وجهكم مزيان يعني يكون وجه نقي ونغسله بالمدافي باش نفتحوا المسامات ومن بعد كن أبلي كيوه هاد الماسك دونغ غن أبلي كي هاد الماسك على هاد الشكل وغنخله حتيين شفلية مزيان يعني المدة تقريبا ثلاثين دقيقة بحال هكيك يعني حتيين شفلية مزيان ومن بعد نعودو الرجعو باش نحيدو الماسك من بعد ما نشفلين مزيان كما كتشوفو دابا غن بدو نحيدوه منيجو تحيدوهم على وجهكم بدو من تحت انتو ما طالع ماش ما تتقصحوش بالساف وديرو غرب شوية را كي قصح شي شوية ولكن را كي حيد لنا الصغيبات الصغار لي كيكونوا في وجه وكي حيد لنا احتى البوانواخ دان غن حيدو واحد الملاحظة نسيت ما شرش ليها في اللولة البناز هاد الماسك مني تديروه يعني خلي واحد يتفش شوية وعد أبليكي وعلى وجهكم يعني ما تخلي ماش حتي يبرد بالساف حيث لا برد كي يرجع لنا قصح يعني من احسن هو دافي يعني خليه يتفغرش شوية ما يكونش سخون غي دافي وادك ساعة ديروه لوجهكم كما كتشوفوا را صغيب شو شوية كي قصح اذا هذي هي النتيجة كما كتشوفوا را حيد لي الصغيبات ديال يدي كنظن انه كي بليكم راه زوين بالساف انا را درتوا وعجبني بالساف كي يكون هذا هو الماسك اللي شاركت معكم اليوم كانت منى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة وتخلوا لي الاراء ديالكم في الكومنتر وتشاركوها مع اصدقائكم وعائلاتكم وتششعوني واذا كنتوا جداد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد اشتركوا في القناة